يزيد النقاش في السياسة بين المواطنين في كل مكان لا بد أن تجد من يتطرق بتتابع الحديث إلى موضوع سياسي يمس حياته أو يؤثر عليها وغالبا ما يكون المساس قريبا أما من رزقه أو أمنه فضلا عن استقراره وتلك أهم المهمات المواطن البسيط إن كان يجلس في مقهى أو يعمل بعمل هذه البسطيات الموجودة أو كل المكانات اللي يعمل بها المواطن هذه كل الأخطاء اللي هي بسبب رأس الهرم تأثر على رزق المواطن وتأثر على انعاش الاقتصاد العراقي في الشارع هنا ثمت مشهد شديد للتراجدية صخط عالي الوتيرة من الأغلبية المطلقة للمواطنين تتدهور أوضاعهم الحياتية يوما بعد آخر وفي كل تفصيل منها بشكل متقادم ودائم دون أي حلول تذكر والسبب في ذلك صراعات السياسة التي تلقي بآثارها على كل شيء حياة المواطن مصير مستقبل مستقبل الأجيال القادمة مرتبطة بهذه العملية السياسية القائمة استقرار للواقع اللي عندنا يلخص حياتنا الصعبة وحياة المواطن الصعبة معاناة على مستوى المعيشي على المستوى الاقتصادي على المستوى الخدمي هذا كله مرتبط بهذه العملية السياسية ويتزايد تخوف الأوساط الشعبية من حصول تصعيد في المواقف بين الأطراف السياسية يؤدي بطبيعة الحال إلى تأزيم الأوضاع في البلاد التي تصب انعكاساتها سلبا على المواطنين المثقلين بمشكلات المرحلة الماضية والتي ستضاف لها أعباء جديدة فيما لو لم يتم وضع الحلول العاجلة للمشكلات القائمة من بغداد فاروق صالح ألسى ومارية